الخبر الأول عن إنجازات اليوتيوبر فأول اليوتيوبر نورمار، ووصول حساب الانستجرام تصوّل الـ 2 مليون فإن شاء الله 1000 الف مبروك على هذا الرقم فإلى صراحة يستحقوا أقبال 10 مليون ولا تنسوا تباركوله يا يحباية ، بالكومنتات في الجرية أما اليوتيوبر الثاني هو محمد أجواني ووصول حساب الانستجرام لـ 900 ألف مشترك فإن شاء الله ألف مبروك لا يبقى شيء على المليون ولا تنسوا أيضا يا حبايب تباركوله بالكومنتات الخبر الثاني اللي عادنا عن أحمد أبو الرب ومحاولة تهكير قناته فأحمد نزل على حسابه بالإنستجرام هذا الستوري اللي كاتب بيوتيوب طردني من الحساب بسبب محاولات التهكير وما حيرجع إلا بعد ثلاثة أو خمسة أيام يعني ما رح يقدر يدخل على قناته منها الخمسة أيام ولكن الحمد لله نزل استوري ورا يقول زبط بعد أربع ساعات شغل فش نقصت يا حبايب الهكر هذه الفترة واللي حاولين هكرون القنوات اكتبونا توقعاتكم بالكومنتات الخبر الثالث اللي عادنا عن ريدر مصطفى وتهديداته لليوتيوبر فريدر نزل على حسابه بالإنستجرام هذا البوست اللي قدامكم واللي كاتب بي طول ما كوجي طبعا كوجي هو تشلب مالتا ما عجب الوضع يعني أكو أصار جائعين قريب جاهزين فبثلما تعرفون يا حبايب انه ريدر حاليا اندي يصور فيديو كليب ناري فمنه تتوقعون يقصد بهذه التهديدات الخبر الرابع اللي عادنا عن برهوم المعراوي ونور مار والمشكلة اللي صارة بيناتهم او المشكلة ويه جمهور نور مار فبرهوم من فترة فترة دامن يحاول انه يستفزهم هو وفان ذاته بحسابه بالإنستجرام فبرهوم نزل على حسابه بالإنستجرام هذا الستوري الواحد من متابعين نور مار كاتب له شنو رأيك بنور مار فرد برهوم كان نوعا ما بسخرية وهي اتبرو بسخرية راح اضطلكم اياه وانتو احكمه شو رأيك بنور مار اخ اقوى الزلمي بالطابة اللي مدعبة للأرضية واللفحة العلوجة جعل غيره ما يلبس لفحة وجيب بنته وطير لحسابه نيوهاهاها فاجاتها جمج ومهور نور مار فقرر برهوم انه يطلع بستوري ثانية رد على السؤال ليش هو غيران من نور مار راح اضطوكم هذا الستوري شوفوه وحكموا ايضا بنفسكم تكره نور مار لانك غيران منه يخي ابي شا اوكي لا حساب اوكي ما خسك انت مش هو بديك اعــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فاكتبونا يا حوايه بلكومنتات هل تشوفوه انه برهوم جاي يمزح مو اكثر او انه نوعا ما استهزاع وبس والله نوصل لنهاية المقطعات من المقطع جاوكم لتشتركوا وتشتركوا وتشتركوا وبس جانبكم فيزة مقات مملكة القصص وبس مع السلامة